أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الحادية والعشرين من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية النصرية بمحافظة الشرقية بمشاركة عشرين كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها لأكثر من ثلاثين ألف مستفيد يأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية تنفيذ لتوجهة السيد الرئيس بدعم الفئة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتمشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف تقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية وأخرى بيطرية تضم العديد من تخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكافة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان السدي فضلا عن توزيع مواد غذائية